دعا مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الأباء الكهنة لرفع الصلاة والدعاء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري في كنائس المملكة بقلب واحد ونفس واحدة مع أبنائنا المؤمنين من البيوت وقال في بيان له في ظل الظروف التي نعيشها بألم كبير جراء وباء كورونا المتفشي في الأردن والعالم والذي فقدنا بسببه إخوة وأحباء كثر وتزامنا مع بداية رحلتنا بشوط الصوم الأربعين الكبير المقدس نتوجه نحو الإله المحي لكي يشفي جميع المرضى والمتألمين ويتغمد المنتقلين عنا بواسع رحمته ويمتعهم بأنوار القيامة المقدسة وأن يبعد هذه الشدة عن أردننا الحبيب وبلادنا المقدسة والعالم أجمع